مادة ينتجها الجسم تعالج الوزن الزائد أو تعالج السمنة ما هذه المادة وما هو الدرس الذي نتعلمه اليوم من هذه المادة التي سخرها الله لنا إذن هناك مادة بشكل طبيعي سخرها الله لك خلقها في جسمك لتمنع عنك هناك أناس يأكل الكثير ولكن تجده ضعيفا نحيف لا يسمن إذن السر في هذه المادة دعوني أتأمل معكم هذا الاكتشاف العلمي بسرعة أيها الأحبة لقد سخر الله لخدمتنا كل شيء أنا أريدك أخي الحبيب أن تستشعر نعم الله عليك ليس المال كل شيء المال ذرة في هذا الكون يعني لو اعتبرنا أن نعم الله مئة بالمئة فالمال هو واحد بالمليار ليس له أي قيمة هو وسيلة فقط للأسف نحن جعلنا المال كل شيء لذلك لم نعد نستمتع بالحياة لم نعد نشعر بقيمة هذه النعم لم نعد نتذوق نعم الله علينا وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن الإنسان لظلوم كفار ظلوم كفار كثير الكفر صيغة مبالغة لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الشاكرين ومثل هذه الأبحاث والاكتشافات العلمية أيها الأحبة أنا شخصيا تزيدني حبا لله تزيدني حبا لهذا الخالق العظيم الذي خلقني ويهتم بي ويريد لي الخير وسخر لخدمة كل شيء وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كل شيء مسخر لك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقد سخر الله لخدمتنا كل شيء الاكتشاف العلمي يقول إن الجسم يقوم بإفراز مادة خاصة لتحديد الوزن وهذا ما يحاول العلماء استغلاله في حربهم على الوزن الزائد اليوم من كثرة الطعام والشراب والأغذية أصبح لدينا مشكلة الأوزان الزائدة الوزن الزائد أيها الأحبة أول شيء يتولد عنه يشكل ضغطا على القلب يسبب مشاكل في القلب يسبب مرض السكر ضغط الدم ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم مشاكل في المفاصل مشاكل في العظام مشاكل كثيرة جدا القرآن أمرنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين على رغم من ذلك الله وضع لك صمام أمان هذا الاكتشاف أيها الأحبة هو عبارة عن مادة دهنية ينتجها جسم الإنسان على مستوى الأمعاء تبعث إشارة للدماغ للتوقف عن الأكل لأن الله لو لا هذه الإشارات أو هذه المادة التي تحرض هذه الإشارات لتشعرك بالشبع ستبوت لأن الإنسان يأكل ولا يشبع يموت هذه الإشارة تأمر الدماغ أن يتوقف عن الطعام وهذا البحث يفتح أفاق جديدة لمحاربة السنة الفريق الطبي الأمريكي الذي اكتشف المادة نشر بحثه في مجلة سل العلمية يقول إنهم تمكنوا من التحكم في كميات الأكل التي تتناولها الفئران عن طريق تلك المادة ونفس المادة التي اصطلح على تسميتها اسمها كذا موجودة عند الإنسان سبحان الله انظر أخي الحبيب الله لم يتخلى عنك لم يخلقك ويتركك هكذا لو الطبيعة هي التي خلقت البشر يعني الطبيعة هي التي ستخلق مادة لحماية البشر من أن يقتلوا أنفسهم من خلال السمنة والأكل الكثير فهذه المادة تعطي إشارات للدماغ لكي يتوقف عن الطعام في لحظة معينة الجسم الذي يدريه أنه أخذ حاجته سبحان الله إذن هناك ذكاء داخل الخلايا عضو الفريق البحثي جيرالد شورمان يقول إن الفئران عندما تطعم وجبة دسمة للغاية فإن أمعاءها الدقيقة تنتج الكثير من هذه المادة وتفرز في الدم حيث توقف الشعور بالجوع عند وصولها إلى الدماغ كل الكائنات الله وضع لها الصمام أمان لحمايتها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين يعلم احتياجات كل كائن يعلم كيف يهيئ لهذا الكائن الرزق كيف يهيئ له الحماية كيف يهيئ له السعادة السعادة موجودة حتى في عالم الحيوانات أيها الأحبة طبعا يذكر أن مستويات تلك المادة ارتفعت في الدم بعد تناول الفئران وجبة دسمة لكنها لم ترتفع عندما تناولت وجبات غنية بالبروتينات والنشويات إذن صمام الأمان هذا يحلل نوع المادة التي تأكلها فيعطي انذار للدماغ ليتوقف ويقول الفريق أن هذه المادة كان لها نفس المفعول سواء وصلت إلى الدماغ في جرعات صغيرة متقطعة طبعا بعد حقن المادة في الدم تتجمع في منطقة تحت المهاد وهي المنطقة الدماغية التي تنظم الشهية والشعور بالجوع عندما حقنت الفئران بكميات زائدة من هذه المادة لمدة خمسة أيام قلت شهيتها وانخفض وزنها وهذا طبعا ما يحاول الباحثون أن يستغلوه في محاربة السمنة أنا أعجبني هذا بحث يعني جميل أن العلماء أصبح بإمكانه اليوم أن يتحكموا بعملية الشبع لدى الإنسان هذا الشيء جيد طيب ماذا نستفيد من هذه الدراسة؟ لقد زود الله أجسادنا بهذه المادة التي تعتبر مثل صمام أمان ولو أن الناس عملوا بنصيحة سيد البشر صلى الله عليه وسلم عندما أكد لنا أنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه النبي أعطانا صمام أمان رائع جدا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن لذلك إياك أن تملأ بطنك بالطعام دائما كن خفيفا ثم إن الصيام شيء رائع لدينا نحن الصيام لسنا بحاجة لهذه المادة وغيرها نحن بحاجة أن نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صيام الاثنين والخميس صيام الأيام البيض وأن نطبق ما أمرنا الله به من صيام رمضان وبالتالي أنت إذا التزمت بهذا النظام لا تحتاج لكل هذه الأدوية أو هذه العلاجات هذا يدعونا لتنظيم غذائنا وعدم الإسراف القرآن أيضا سبق علماء العصر إلى التنبيه على ضرورة عدم الإسراف وهذا المبدأ ينادي به العلماء اليوم يقول تعالى في سورة الأعرف وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إنه لا يحب المسرفين تذكر أخي الحبيب أنك كلما أردت أن تأكل طعاما لذيذا وأوشكت أن تملأ بطنك تذكر هذه الآية أن الله لا يحب المسرفين لا يحب من يأكل كثيرا فهذه الآية تدعوك أن تتراجع وتأكل بكميات معتدلة وتجعلك تستمتع بالصيام كثير مننا اليوم للأسف يعني خسر كثيرا بسبب أنه لم يدرك فوائد الصيام لذلك أحبتي القرآن هو العلاج الكامل وقد يخطئ البعض عندما يتوهمون أن القرآن مجرد تلاولة القرآن شفاء شفاء حقيقي لماذا أيها الأحبة؟ لأن الطب الحديث ينتظر الكارثة حتى تقع ثم يتدخل لا يتدخل قبل الكارثة القرآن يتدخل مباشرة ليمنع الكارثة يعطيك الأوامر الصحيحة فعندما نطبق هذا النظام القرآني سنقلل نسبة الأمراض للحد الأدنى وبالتالي أنت لست بحاجة لكثير من العلاج أو الأطباء إلا في حالات بسيطة جدا هذا ما نقصده أن القرآن شفاء وليس أنك إذا كان لديك سرطان اقرأ هذه الآية تشفى لا يا أخي الآية لها تأثير ولكن تأثيرها بأمر الله ويعتمد تأثيرها على مدى ثقتك بكلام الله ليس كل الناس تثق بكلام الله لذلك أيها الأحبة أنا أقول أن العلاج بالقرآن هو من أقوى أنواع العلاج لأنه يمنع المرض أو الكارثة قبل وقعها مثلا الله تعالى يقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أنا ما الفائدة إذا رددت هذه الآية مئة مرة ولم أطبقها واستعينوا بالصبر والصلاة ما الفائدة أنك لا تصبر ولا تصلي الصلاة علاج أخي الحبيب الصبر علاج الهدوء النفسي علاج والكاظمين الغيض علاج لأن السرطان ينتج نتيجة الضغط النفسي يحدث خللا فيه أنظمة عمل الجسم فيؤدي للأمراض والسرطانات وغير ذلك الضغط النفسي خطير جدا الصبر والصلاة أقوى علاج ضد الضغط النفسي وبالتالي تعاليم القرآن وضعت لتبعدك عن المرض طبعا كلنا يمرض والمرض هو بلاء من الله والشافي هو الله ولكن أنا عندما أطبق تعاليم القرآن حتى عندما أمرض أنا أرضى بقضاء الله وأكون متفائلا وبالتالي التفاؤل يعالج المرض أكثر من التشاؤم كما تقول جامعة هارفرد هنا أيها الأحبة الخلاصة أن المؤمن عندما يطبق كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يتمتع بصحة وعافية وحياة طيبة الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وأن يعيننا على تطبيق أوامر القرآن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته